حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفة تقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفيطن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن جامعي بن شدد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفة تقال فذكروا رجلا ماتا من بطنه قال فكأنما اشتهي أن يصلي عليه قال فقال أحدهما للآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه فإنه لن يعذب في قبره قال الآخر بلى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة حدثنا خالد بن سلم تحدثنا مسلم مولى خالدي بن عرفة تقال وسمعت أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبط يعني حدثنا مسلم مولى خالدي بن عرفة تقال للمختار هذا رجل كذاب ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم ترجمة نانسي قنقر